الوضع الجديد في أفغانستان يشعل المنطقة توترا فمنذ سيطرة الطالبان على الحكم قبل نحو شهرين والتحركات العسكرية لم تهدى على طول الحدود الأفغانية صحيح أن دولا أقرت بحكم الطالبان اعترافا بالأمر الواقع إلا أن دولا أخرى تخشى وتتخوف من استغلال الجماعات الإرهابية الوضع في أفغانستان وهو ما يؤثر على الاستقرار في المنطقة في إطار هذا السيناريو واستعدادا لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة قد تأتي من الأراضي الأفغانية روسيا وحلفاء ويجرون مناورات عسكرية مشتركة يشارك فيها حوالي خمسة ألاف جندي ومئات المركبات المدرعة إلى جانب مروحيات عسكرية وسبقا أجرت موسكو سلسلة من التدريبات المشتركة في وزباكستان وطاجكستان حيث تعهدت بتقديم مساعدة عسكرية لحلفائها السوفيات السابقين في آسيا الوسطى للمساعدة في مواجهة التهديدات المحتملة ولا يخفي الكريملين تخوفه إذا أمكان تمدد عدام الاستقرار إلى دول آسيا الوسطى حيث تقيم روسيا قواعد عسكرية بالمقابل وفي ظل غياب الوجود الأمريكي على الأرض في أفغانستان تسعى واشنطن لضمان قدرة على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيمي داعش والقاعدة في أفغانستان وفي هذا الإطار تحدثت تقارير وعلامية عن قرب توقيع واشنطن مع إسلام أباد اتفاقا لاستخدام مجالها الجوي بهدف تنفيذ غارات في أفغانستان لكن الحكومة الباكستانية نفتت تقارير في بيان لخارجيتها وأوضحت أن إسلام أباد واشنطن لديهم تعاون طويل الأمد بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب ويتشاوران بانتظام وبات التهديد الحقيقي لداعش يطل برأسه في ظل الهجمات والتفجيرات التي يشنوها في أفغانستان في موازات التحتيرات الدولية من احتشاد مسلح داعش وتصدير هجماته إلى الدولة المجاورة